في العراق لا تستنسخ الحكومات فحسب بل تستنسخ حتى التجارب والتصريحات التي اعتمد عليها شركاء العملية السياسية لتهديئة غضب الشارع بشيء من الوعود الزائفة أزمة الكهرباء إحدى أكبر معضلات العراق العصية على الحل منذ 17 عاما كانت شماعة وعود الحكومات ومحل اتهامات بين الأحزاب التي تتعاقب للسيطرة على وزارة الكهرباء وآخر فصول الإقرار بالذنب كان اعتراف رئيس الحكومة الحالية مصرف الكاظمي بأن الفساد هو السبب الرئيس وراء استمرار أزمة الكهرباء وقال الكاظمي خلال اجتماع عقده مع وزيري الكهرباء والنفط إن الفترات الماضية تشهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال جميعه دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف الكاظمي لم يفوت فرصة دفع اللوم عن نفسه وإبعاد المسئولية عن حكومته فاتهم الوزارة السابقة بأنها لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء الأمر الذي فاقم من المشكلة لا سيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط حديث الكاظمي جاء بالتزامن مع بدء لجنة في البرلمان التحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طوال السنوات الماضية للوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدم واضح في القطاع ومحاسبة المقصرين وتلك من الاصطوانات التي سائم العراقيون سماعها إذ أن الخطوة الأولى لتسويف أي قضية يكون بتشكيل لجنة تحقيقية يعمل بها المتهمون أنفسهم وإذ يشكك الكثيرون بجدوى تشكيل اللجنة البرلمانية ومشابهتها للجان سابقة بقضايا أخطر بقيت حبرا على ورق دون أثر ملموس على أرض الواقع فإن بعض المراقبين يرون الأمر من جانب آخر بأن أزمة الكهرباء لا يراد لها أن تحل بالنظر إلى الجهة التي تصدر الطاقة للعراق ألا وهي إيران التي يتعاقب أتباعها على وزارة الكهرباء